يسعد صباحكم نصحتنا لهذا اليوم كتير من الناس من عشاق الشاي الأخضر أول شي لازم احنا نفرق ما بين الشاي الأخضر وشاي الريال الشاي الريال هو مش شاي أخضر الشاي الريال هو عبارة عن مجموعة من الأعشاب تستخدم في علاج مشكلة الإمساك إنما الشاي الأخضر هو عبارة عن نبتة واحدة اللي احنا متعودين نشربه وفي ناس بيعتقدوا أنه الشاي الأخضر بيختلق نبته تختلف عن الشاي الأسود الشاي الأخضر والشاي الأسود هو نبتة واحدة أول شيء بتم استخلاص أو قطف الأوراق وهذه تعتبر وتجفف هذا اسم الشاي الأخضر لما يتعرض لعوامل الأكسدة بيقلب لونه إلى اللون الأسود وفوائد الشاي الأخضر مفيدة جدا بزداد كمقويل جهاز المناعة مقويل للثة مقويل عضلة القلب مضاد للأكسدة يساعد في إنقاص الوزن وأيضا مقوي للعظام وغني جدا ببيتامين سي وبإمكاننا نشربه في أي وقت سواء قبل الأكل أو حتى بعد الأكل في أي وقت بإمكانكم تتناولوا الشاي الأخضر